جريمة من أبشع الجرائم اللي سجلها التاريخ في 2021 شرقوه وقطعوه أمام أعين الناس متفكرت عليها فقد قد بكي عليها قتلوا لي يا ولدي وشرقوا لي يا ولدي وش دري مسار نجمعهم لي في ميكا مقدد مقدد الدري وخيكون الدري ماشي من المسلمين ما يتقردش في ديك طريقة قدام أعين الناس ماشي روح قد لخلاق الدري مات مقطع ومشرق وانتي دير الفيز على ظهره قد تخلصي في القناة أنا متابعي في قضائي اللي أنني عندي وكالة مفوضة السلام عليكم أخوتي المغاربة أنا إيمان من مدينة آسفي عمت شهيد زهير الجريمة اللي كانت وقعت في عزيب الدرعي يحدى السوق نهار 18 وشهر خمسة أخوتي المغاربة أنتو ماركم شفتوا لي فيديو عبر مواقع التواصل شفتوا الجريمة من أبشع الجرائم اللي سجلها التاريخ في 2021 الدري في مقتبل العمر شاب ما دار مسكين لبي يديه لبرجليه رزوه في حياته رزوه في مميمته رزوه في مستقباله رزونا فيه شرقوه وقطعوه أمام أعين الناس 360 قد تفرج و360 قد تشوف و360 قد تصور أخوتي المغاربة ما تعرت لي أنا وعائلتي كارتة حقيقية مأساة كي سجلت تاريخ خلفت أعراض نفسية كتيرة من ضمنها أنني توفات لي الواليدة ديالي دا بشهر ونص تفكرت عليه ماتت مسيكين هاد الموت ديال زوهير خويا دا لي أمي عز الدنيا عليها كنت في زوهيرته وليت في أمي أمي تفكرت عليها فقد قد تبكي عليها ويا قتلوا لي يا ولدي وشرقوا لي يا ولدي أحسبون الله ونعم الواكيل أحسبون الله ونعم الواكيل أخوتي المغاربة القضية معروضة على القضاء إحنا عدنا تيقاف القضاء الحمد لله الله ينصر سيدنا الله يخلي لنا السعب للطيف حموشي الناس دا يرخد متها دا أن الضابط القضاء يارها كتحقق في هاد الميلة في ديالو باقي ما وصلناش الشي غزي مي كنت سنا وتحنا بحلنا بحل الناس نشوفوا الإجراءات القانونية والمصطرة فين غادي توصل لدرار به اللي غادي تكون أخوتي المغاربة داخل وطن خارج أرض الوطن أنا كنت طلب المساندة ديالكم لأنكم شفتوا الجريمة كيفاش وقعت تنشرت عبر مواقع التواصل وكل شي شافع دري مسكين محلتوا كيعاني كيتخبطوا سكارة الموت وهو كيشرك فيه وكيقرد فيه ما خلاش يموت على خاطرة أنا كن ناشد السلطات العليا توقف على قضية عاشير زهير الدر اللي تقتل حدا السوق تعزي بالدرعي لو وقفوا معانا يساندون إحنا بغينا حقنا ما بغينا اتحاج أخرى بغينا حقنا بغينا نقتصه في ذاك المجرم تكون تحقق فيه العدالة الإلهية وتحقق فيه العدالة على الله عز وجل أخوتي المغاربة إحنا دزنا من مأساة كاريتية خلفة أضرار نفسية أنا مريدة باراليزي وكيواجلي يا فمي والتي كان طيح دابا توفات لي الأم ديالي في طريق هذا المشكلة هذا دابا خرجت لينا واحد السيدة تدعي بأنها كانت في مصرح الجريمة وفكاتني أنا أول دخوية بالله عليكم خوتي المغاربة إخواني المواطنين واش هالدري يكون فكوشي واحد مسكين كان غيجرع لي دك الشي واش دري مسار نجم عملي في ميكا مقدد مقدد الدري مقدد ما في التحاجة صحيحة دوراني ثلاثة الناس شرقوه قطعوه عرفو كدير وليه أمام أعيون المارة وأمام أعيون كل شي خدام نحوان تحالين السوق حال كل شي كيشوف حسبي الله ونعم الواكيل فهدو كله كانوا كيتفرجوا حسبي الله ونعم الواكيل كان عاود نقول الله يجعل السيدة ربي ورين فيهم نهار كل من كان كيتفرج هذا كل نهار وما فكشوا حنا كنسقنوا حدا السوق وما شاش دقوا علينا تاوقع اللي وقاعوا خدتي المغاربة أنا قد في دارنا ناعسى مع صلاة العصر من مور صلاة العصر دق علي واحد الوليد عدو 14 سنة قالي خلتي إيمان رزوهير مخاص موود العوينة أنا ديكسع أخويا مايت خرجت من الدار حمقى قد ناعسى بيجامتي بايدا شعري مطلق نجري 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 توصلت لبلاس المشكيل من اللي وصلت للمسرح الجاري مخوتي لقيت خويا ميت غرقان مسيكين في الدمايات الفضل الأنفاس الأخيرة دابحين ومقردين ومخلوا ما داروا لي جميع أنواع تعديب أمام أعيون الناس وخيكوني هودي هادك الدري مجرش لي هادك الحالة وخيكون هاد الدري ماشي من المسلمين ما يتقردش في ديك الطريقة قدام أعيون الناس أخوتي المغاربة حسبون الله ونعمة الوكيل في كل من ضلمنا احنا عارفين بأن الله كين ولكن أنا بغيت المخزن هي أخذ ليا حقي كالناشد السلطات كالناشد وزارة العدل كالناشد السعبد الطيف الحموشي هي أخذ ليا حقي من هاد السيدة اللي تدعي أنها كانت في مصرح الجريمة وأنها فكاتني وفكات ولد خويا هاد السيدة دازت وحد الوقت كانت كديني للدار عادها كدير بيها اللايفات هي اللي ولا فتحت قانات بقى أقع معدينا القانات كدير بيها اللايفات واحد نهار تخاص مع معا واحد البنت صاحبتي اسمي تغيزلين نادو بغي يجبدو الكاميرا قاتلها مهلة الغداء هودنا السناك فتحوا الكاميرا إذا بيها رجعوا الحادي تتع 18 شهر 5 ديالخويا الله يرحمو ماللي رجعوا أخوتي هادا كلو غولو ذي شفت السيدة عكا تكدب ما فكاتني ما فكات ولد خويا ودارت على ظهرنا قانات قد تخلص منها وقدير العناوين بسميتي وكنقول السلوطات وكنقول المركز الفرقة الإلكترونية لمكافحة الجريمة الإلكترونية يرجعوا الأول غولو فيل هاداك السيدة فلاب باش ديالها رهي اللولة خرجت عيرتنا وقد خرجت عيرنا سبلينا والدينا سبتلي أخوتي قلت لك أنا أحرامية ما عنديش با هاداك عمر بييني قلت لك زهير خويا الله يرحمو مالو رسول عبدالطيف خويا ثبتوا بألفاظ نابية لا داعيا حشم تنقولها قدم خوتي المغاربة وخويا موقعين في الضيار الإيطالية بينو بنو على الخير الحسان وكل شي خوتي ره معروض في مواقع التواصل كل شي رهكم كتشوفوه هاد السيدة خرجت في أول خروج إعلامي لها تدعي أنها كتقول يوم أنا فكيت عمت الشاهيد زهير وفكيت زهير وجبتها من تحت المجريم وضربته بجباني على راسه باش تلقها أنا اليوم أخوتي المغاربة بغيت القانون يقتصي ياخد لي حقي من هاد السيدة إلا كانت هي نيت في لازون في مسرح الجريمة وفكتني إدلقادة طويلة عليا ولكن أخوتي المغاربة أنا كمضرورة وكأنا عمت الضحية وكطرف في القضية لأنني مضرورة بسلاح الأبيض في مسرح الجريمة ومنصبة كمطالبة بالحق المدني أنا بغيت نعرف هاد السيدة إيش كتجينا وإيش خوتنا بنت خالتنا ما كتجينا التحاجة قلت لك السيدة هي فكتنا وفكت زهير وشافت هاد السيدة تضرب بالكيلو أنا لا يخصوني هاد شي أنا اللي شفته بأم عيني هو أنها ما كانت في لازون دي الجريمة وما فكتنيش وخرجت دير البز على ظهري وقد دير العناوين في قناتها بإسمي وقد شوه لي صمعتتي وأنا مريدة باراليزي بالأعصاب هاد شي خلف لي انهيارات عصبية خلف لي مشاكل كثيرة في صحتي حسبويا الله ونعمل واكيل فيها اليوم أخوتي المغاربة أنا التاجئة للقانون ودرت المسائل اللي هي قانونية وكن طلب من الجمعية الحقوقية لداخل الوطن وخارج أرض الوطن يساندو قضية شهيد زهير هادك الدر اللي مات رمشي كبش في داء هادك رخونا محتاجي اللي يحنق لكن هو بنادم عادي عدو احنا رمشي عادي رحنا بقى إن كان موتق رحنا ما كان ناكلوش بحال الناس ما كان شربوش بحال الناس هم دو عايشين وصافي هاد هي الحقيقة هاد هو لي كين أخوتي المغاربة هاد السيدة وش ما فكاتناش وما كانتش وخرج الدار تقانت على ظهر خويا كتقول لهم أنا فكيت زهير أنا درت الزهير أنا فعلت الزهير الله يجعل الزهير الله يرحمه يقتص منك غدا أمام الله أمام الملاء كنقولها لك أنا حس بي الله ونعمل واكيل فيك عيرتني هي عيرتني أمها عيرتني أختها عيروني كاملين هاجموني أنا وفتنزارة في ما بقى التواصل فتنزارة مدرت لأوالو أنا غنعود لكم لا فاغ أخوتي المغاربة أنا السيدة من اللي كترت عليا كتقول لي كنت وفكيت وفكيت قلت واقعي لأنا هذا الفيديو مش هتش مزيان عن وري الفتنزارة تشوفوا لعله وعس تكون من اللي وريت الفتنزارة قلت يا أختيت السيدة ما كيناش هنايا من اللي قلتها لها فتنزارة قلت لبتيتي ما كتيش وعليش كتكدبي خرجت هزمت السيدة في مواقع التواصل ما خلت والديها ما خلت جدودها ما خلت أمها ما خلت شرش متلين المشاعر أمام العالم أنا بغيت حقي قضائيا منها عيرت لي عرض لطيف خويا سبتوا بكلام نبيا وحاش أخوتي المغاربة قلت لكم مشي راجل بهذا كل اللفظ اللي نطقت في عبر مواقع التواصل ره قالتها ما شي ما قالتاش أخوتي المغاربة عندي السيديات كيوطقوا بأنها ما كانت شمسرح الجريمة نهار اللي كانت نهار اللي كان المشكي لتع 18 شهر 5 فشمات خويا كانت هي في قهوتهم الداخل إحدى الكونتوار ما فاتتش لازون دي القهوتهم يعني لم يكن لها تواجد في مصرح الجريمة ركبت على الموجة وركبت لنا على ظهرنا ودارت البوز على ظهرنا وقدتخلص على ظهرنا وقدتعيرنا دابا هذا هو المشكل كنا بتاع تخلصي على ظهرنا ومعيرتيناش ولكن من اللي كتتخلصي في القناة تقديري العناوين باسميتي وباسمية خويا كتدخل تقولي لهم دخلوا تشوفوا حقيقة بابا تزهير كل شي موتق كل شي شادينوا في الفيديو دخلوا تشوفوا حقيقة بابا تزهير دخلوا تشوفوا حقيقة عمت الشهيد زهير دخلوا تشوفوا شو هات فضيحة عمت الشهيد زهير خوتي المغاربة هاد السيدة ما خلت فينا غير اللي نست أمام الرأي العام وأنا ما غادش نسمح بحقي كان طالب السلطات العليا على رأسي موزير العدل أنا رامش معتن دي والمظالم أخوتي على حقاش راح حقرة هادي واشح نديرين بيك شي كاي شهرون السادي تا واحد ما عايت عليك شكونك انتي شكونك انتي يا لا 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 عيط عليك وعيط علينا وتسنط علينا ولي كل دي حقين حقا ولا ظلمناك الله يقتص مننا في الدنيا قبل من الأخيرة وهدي غاد عوط من نص وما زال الله غاد يبين فيكم العلامة لأن الله لا يشزقه وما الظالمين الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم به اخوتي المغاربة هادي السيدة ما كانتش حاضرة نهار الجريمة فلازون كانت حاضرة في قهوتهم الداخل اما في الجريمة ما كانتش حاضرة شده الكاميرا شده الكاميرا في قهوتهم الداخل في كونتوار كتغوت على فكرة كتغوت لأنهم ديجة كانعدهم مشكل مع هادك ليش يهدوا فيه بالكيلو كان ديجة ضربهمها بكيلو على ظهرها وداروا ليش ينازل بلا ما نقوله الاسماء فهمت اخوتي المغاربة ده بكيفاش نادت هيش يهدت فادك خينا انا هاد الموضوع لا يخصوني غير باش تخرج في مواقع التواصل تقول فكيت زهير الله يرحمه وفكيت عمته لا ما يسجلاش لك تاريخ يا حبيباتي ما يسجلش لك تاريخ بأنك اتي فكيتيني اخوتي المغاربة الفيديو رمليوح في الاباش ديالي اي لا تصابت هاد السيدة فكتني ولا تصابت هاد السيدة كانت في لازون تاع الجريمة ادكم طويلة عليا انا اناشد السلطات انا ديجة ديارة باشيكاية نهار سبعة فشهر تسعود وجاء الاخ ديالي لا ربما راك يشوفني الان عبر مواقع التواصل السيدة عبدالطيف خويا هو اللي طلبني قال لي العارة ايمان لما سمحي لي هادري اللي هتنازل والوالدة عندي الله رحمه مسكينا في هاد النهار قلت لي يا ايمان لغلي بيعف مشيت سحبت الشيكاية من اللي سحبت الشيكاية اخوتي المغاربة سيدة ركبت علينا ولدك تخرج تعيرنا وتشي تقدم بينا شيكاية تخرج تعيرنا وتشي تقدم بينا شيكاية اختي انا ديارة بك شيكاية شهر ونصدابة في الدائرة الرابعة محضر كتبوا لي الضابط بقي الحدود ضد اللحظة ما توصلت بتاع حاجة انتي دعيتنا نهار 14 يناير عيطوا علينا ما كين تشي مشكل على راسنا وعينينا راكي القاضاء في البلاد راكي قاضاء في البلاد مشي لعبدراري هادا مشي روح قدل اخلاق دري مات مقطع ومشرق وانتي دير الفيز على ظهره قد تخلصي في القناة انا نتابع في قضائي اللي انني عندي وكالة مفوضة كتبت بانني عندي كامل صلاحية في انني انتبع القاضية ديال والد الاخ ديالي خرجت لأختي قلتي احنا كنا ناكلوا القرقوضي قلتي باننا احنا كنسكروا معمال ينسوق انتي كتغطينا بليزار انا كنطالب من السلوطات تجيب كاميرتها ديال المقهى ديالها ايلا تبت علينا باننا السيدة فعلا كانت جابت لنا ليزار ودخلتنا ايضهم طويل علينا انا اختي من 2019 وانا باراليزي مريدة عندي وراقية ديال الطبيب كيتبتوا بانني مريدة تاهمتيني في شرافي قلتي كيخرجونا من بيوت الضعارة تاهمتيني في نسابي قلتي انا حرامية تاهمتيني في شرافي شوهتي لي سمعتي امام الرأي العام عيرتي لي اخوتي عيرتي لي اخويا ميت انا منسمحش لك تديري قناة على ظهر خويا انا سكت 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 ولكن اليوم مرة طفح الكيل اخوتي المغاربة هاد شيره كتير وهاد شيره كتير عباد الله واش انا ميت لي يدري مشرق ومقطع وعلى اتر هاد الحاديثة وفات لي الام ديالي عموا اخارا ما كنت اشهر ونص واخوتي المغاربة اللي غلبي يعف والججر واح في ضرف عام رأى الله معانا وصبر دوانا عباد الله الله معانا وصبر دوانا عاش المالك الله ينصر سيدنا كنت من الرسالة ديالي توصل محمد السادس نصاره الله دمت فخرا وتاجا على رؤوسنا الله ينصرق السيدي الله يخلي لنا تراب تعرج ليك احنا الى منظر في هاد القاضية ديالعاشير زهير هاد السيدة راح حقرتني وحقرت لي عائلتي وعلى فكرة اخوتي المغاربة وحد النقطة مؤخرا فاش مشي تقيت بها محضر في الدائرة الرابعة هاد السيدة انا دايزة من حدا السوق معايا طفل عنده ست سنوات مشيت للسوق متقدة لحقت لي يا بنتها هاديك مرم لحقت لي تلعب ملنع بابراهيم ضربتني بكتفها قتستفزني بش انا النوض ونتفاتن معاها هاد شي مكلالي هوالو ضربت ايدها ضربت ايدها وخرجت حدا السوق قتغوط هزة 27 قتقول لي ما انا بغيت نقتل ايمان ونقتل الفاطم الزهرة بنت العور بحال هكو قتقول قتا واحد مدوى معاها سبت السلطات مخلتش كون سبات هاد السيدة لكان عدا شي نفود في البلاد خاصنا نعرفوه كنا مواطنين مغاربة خاصنا نعرفوها ما كناش مواطنين مغاربة جمعونا دون الشي غابة حرقونا قتلونا خلونا نموتو انا صاف احنا مبقى عدنا لاش نعيشو دابا منلي ولا اخويا ميت مشرق نقطع حدا السوق ميتة لي ايمو دابا هاد خايشي خارجك تهاجمنا في مواقع التواصل وما القيناش ليشدلينا حقنا رايب هاد الشي وفي غان مشو عباد الله فين غان مشيو اجلالة المالك انظر فينا بعين الرحمة الله يخليليك وليداتك انظر فينا بعين الرحمة الله يخليليك وليداتك الى ما تبقوا معنا القانون فحق السيدة تصنطولينا وتصنطوليها واللي قيتوه ظالم قتصوا منه خدوا منه الحق اما بالنسبة للناس اللي كتقول لك انتوا معي رتوها احنا رضينا عليها بعد المصافي السيدة خرجت مخلات ما قالت فينا انا اليوم كان طالب السلطات ياخدوا لي حقي لانها السيدة لم تتواجد في مسرح الجريمة وكتكدم انا بغيت القادة يشد لي حقي من هاد السيدة تعطيني دم وجهي اللي خرجت عائلتني في الشارع وما خلت فيها غالي نسات انا قنطالة بغيت حقق في حقها القانون انا مش غنقول للمخزن دير خدمتك المخزن عارف كل شي وكيشوف كل شي ولكن اخوتي المغاربة باش تنو تدير قانات على ظهري وتدير العناوين بسميتي وتدير العناوين بسمية خوية وتدخل الفلوس وتعيرنا وما تخلي فينا غالي نسات تشدعينا احنا رف دولة الحق والقانون احنا رف نشي في غابة اخوتي المغاربة انا قنطلب المساندة ديالكم من داخل الوطن ومن خارج ارض الوطن وكنقول جمعيات الحقوقية اللي كان الفروع دياله في اوروبا توقف معانا وتساندنا الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا تعاطفوا معانا تعاونوا مع هاد القاضية ديالاخ زهير القانون رواخد مجراه تحنا رف نسنو بحال نبحى الناس ونصفنا حرقة في قلبنا الله اللي عالم عليها ولكن ادخيتي هاد شي اللي وصلت معانا ليه رمك يبغيه لاربي لعبده هاد شي رمك يبغيه للله لالعبد الله يجازيكم بخير خوتي المغاربة وقفوا معايا ساندوني ولنا الله هاد شي اللي غادي نقول وعاش الماليك والله ينصر سيدنا اشترك الان في قناة اشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواقع تيفي شريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة